حذر نائب عن تيار الحكمة الوطني سالم ألم سلموي من تدعجات تأجيل الانتخابات على الأوضاع في البلاد وفيما بيّن أن ذلك سيؤدي إلى التفرد في اتخاذ القرارات والعشوائية والفوضى جراء الفراغ الدستوري والقانوني وأكد أن تأجيل الانتخابات يكون سلبيا على المدن المحاررة من داعش كما المدن المستقرة الأخرى يعز علينا حقيقة في المناطق الغاربية بالتأكيد هي التي تشعر بأنها سوف تتصدع إلى حد ما في إجراء الانتخابات لكن من وجهة نظري ووجهة نظر الكثير من أخواننا وعزانا على مستوى الكتل السياسي تأخير الانتخابات ينعكس سلبا ليس فقط على الواقع العراقي أو المناطق التي هي مستقرة إلى حد ما ينعكس سلبا حتى على المناطق التي هي يشعر البعض بأنها سوف تتلقى في قضية الانتخابات يترتب علي لعله العشوائية في الأداء التفرد في القرار أو عدم إمكانية إدارة للدولة في مجال الخدمات لأنه إقرار الموازنة وما تعلق بأداء الانتخابات كل الحالتين حقيقة هي يجب أن تقوم مسار الدولة العراقية أي تلك في هذا المجال بالتأكيد يخلق حالة من الفوضى أو حالة من العشوائية في الأداء وهذا لا يرتضي للمكون الشيعي والمكون الكردي ولا السن يرتضي بأن تكون هناك فراغات سورية قانونية يترتب عليها أثر الفراد في أداء أو في إقرارات معينة